السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورس في كل مكان وحلالة جديدة من ملعب أون تايم طيب نبتدي النهاردة من اتحاد الكرة المصري كان فيه اجتماع علشان الكاس حضروا كل الأندية إلا فيوتشر ونادي الأهلي نادي الأهلي بيدرس القصة زي ما قلت لحضراتكم من بارح النادي الأهلي مش حيلعب بطولة الكاس بالشروط الحالية بل وارد وارد النادي الأهلي ملعبش بطولة الكاس الفيصل فيه الكابتن محمود الخطيب ودارة النادي الأهلي حاليا بتدرس كل الخطوات يعني كابتن محمود الخطيب جاي بالعقود جاي بالناس القانونيين جاي بالناس الفنيين وقعد بيشوف أنا النهاردة لو ما شاركتش في الكاس اللي هيحصل اللي هيترطب عليه الغرامات ايه الكصة ايه ولكن من المؤكد من المؤكد ان كولر مش هو المدير الفني للنادي الأهلي في بطولة الكاس مش هيكون موجود ده مؤكد ومؤكد ان فيه 12 لعيب مش هيكونوا موجودين في النادي الأهلي واحد يقول لي ايه يقول ليه الأهلي مايلعبش بالناشئين في بطولة الكاس الحقيقة انا مع قرار الكابتن محمود الخطيب الف المية في الخطوة دي ليه في واحد يقول لك يا عمي مش موم النتيجة جمد قلبك الكصة مش في النتيجة على فكرة ولا القصة في ان الأهلي ياخد بطولة الكاس او ما ياخدش مش ده برضو الموضوع اما الموضوع في ايه؟ الموضوع ابعده اهم من كده ان حضرتك بتدي الناشئ عشان تحكم عليه انت هنا حتخلص عليه لو جبت مجموعة ناشئين كاملة ولعبتهم مع بعض خلصت عليهم كلهم الناشئ علشان يظهر بشكل كويس لازم تحطه وسط فريق تحطه وسط مجموعة كبيرة تشيله فتقدر تحكم عليه تقدر تقدمه بشكل مظبوط وده اللي كولر قاله وحط تحتيه عشر خطوط اذا كولر قال لهم ان شاء الله باذن الله اسلمكم نضيف يوم الخميس تسلموني نضيف يعني ايه؟ يعني اسلمكم البطولة ان شاء الله يوم الخميس هتكل على الله اجازة اي حاجة غير كده استنى لما البطولة تخلط خلصت البطولة انا في اجازة باي باي موضوع خلاص منتهي واللعيبة قالك ما اقدرش اقعده ولو اقعدتهم خسرتهم ولو لعبتهم غطبا عنهم اللعيبة زهت ولا طيقة تشوفني ولا طيقة تشوف الملعب ولا طيقة تتكلم عن الكورة اللعيبة محتاجة اجازة اللعيبة حجزة اجازة هي واثارهم بالكامل بصراحة ما قالش ولا جملة غلط وما قالش ولا جملة غريبة غير الكلام اللي كل الناس بيقولوا عليه فامور بالنسبة لنا واضحة جدا خلاص موقف الاهلي كده واضح موقف الزمالك النهاردة في الاجتماع معترض على الموعيد وقال عندنا حالة اجهاد ومحتاجين غار الموعيد اتحاد الكورة هي غار المعيد ولا لا دي الحاجات اللي حيعلنا الأستاذ جمال علام بعد قليل رئيس اتحاد الكورة المصري معانا هيكون ديف معانا وحيعلن هو حيعمل ايه قصة ايه وحنشوف رد فعل الناس ايه والتفكير ايه كل بقية الاندية وافت او كل الاندية وافت الحاج عام الحسين النهاردة كان موجود في الاجتماع وعرض عليهم تصورات وليه المؤجلات وليه الكصص وليه المواضيع ايه وكان فيه اعتراب من جانب ادارة الزمالك اللي كانت ممثلة في الكابتن حسين السيد والكابتن عبدالواحد السيد اللي كانوا قاعدين وقالوا احنا ما اعترضناش ان احنا نلعب احنا قلنا ان احنا نلعب وحضركم كنت بطوله لا نساوي في المؤجلات احنا عايزين نلعب ده كان الحديث طيب ده ما يخص بطولة الكاس او ما يخص النهاردة او ما يخص النهاردة بطولة الكاس هتتلعب ولا لا اذا كده بالشكل قدامنا هتتلعب خلاص 100% اشتركوا في القناة